اشتركوا في القناة المرحلة السنوية تعليم قبل الجماعي النهاردة ان شاء الله هنكمل ما بدأناه مع بعض وهنتناقش مع الشباب اللي هو عقلية ومشوشة ظروفي بيحسبها من ناحية ظروفي امكانياتي تمام ان انا مش هاضي فعلا هيجي على وقت ان انا خش جامعة او خش مع مععد او انا هستفاد من الدراسة والحياة مثلا الدراسية لا هل تعال نشوف بعض الشخصيات العظيمة اللي كانت ظروفها ممكن تكون زي ظروفك كده هوت وبنشوف هو عمل ايه وظروفه كانت صعبة تمام ويمدرسينه ممكن يكونوا احبطوه مثلا في التعليم ورغم كده هو كان دور الاسرة ليها عامل وتعال نشوف الشخصية الاول اللي هنتكلم عليها وبعد جدوة هنتكلم في باية حلقتنا على مدى الاستفادة ان احنا هندرس مثلا في تخصص البناء هندرس ايه هل الدراسة دي هتقتصر على وراء وقلم بس ولا ممكن ننفذ الكلام ده في حياتنا العملية وممكن يكون في حياتنا المنزلية ممكن نطبق الكلام ده على الواقع ولا لا تعال نشوف في الشخصية من الشخصيات العظيمة زي العالم توماس المخترع المصباح تمام شوف هو ايه حياته مر بحياته ازاي لغاية ما وصل بقى عالم وسجل نفسه من وسط العلماء تعال نشوف كده هو الخطوات اللي مر بيها والمراحل الزمنية اللي مر بيها باختصار كده هو عشان نشوف الرجل ده مر ازاي ونشوف تفكيره كان عامل ايه تمام وهل هو واقف عند مرحلة معينة ولا لا رغم الاحباط اللي كان ايه اصابه في بداية حياته وهو الشاب صغير او طفل صغير تعال نشوف مع بعض كده هو مر بايه مع بعض كده هنشوف مع بعض مخترع القهرباء وقصته هنتكلم على مخترع او العنصر مخترع القهرباء وقصته كانت ايه اول حاجة انه العالم الامريكي الشهير توماس اديسون الذي توصل الى اختراع اول مصبح قهرباء فسجل اسمه بين العلماء بهذا الاختراع المزهل عن طريق المصبح ده واختراعه ده وفكره ده رغم من ظروفه تمام بس قدر يوصل لاختراع وسجل نفسه بين العلماء تعال نشوف مع بعض لقد كانت توماس اديسون يعيش طفولة غريبة لا يمكن ان تخرج لنا عالم شهير يعني الطفولة اللي هو مر بها دي تشوفه ما تقدرش تقول انه الطفولة دي هتخرج لنا عالم او مخترع مثلا زي زي توماس اديسون دوت تعال نشوف الظروف اللي مر بيها مع بعض لقد كان توماس اديسون يعيش طفولة غريبة لا يمكن ان تخرج لنا عالم شهير ولكنه كان يتميز بالطموح والصبر احنا الفايدة من القصة اللي احنا هنقولها دي او الرسالة اللي احنا عزنا نوصلها دي نشوف ايه مدى الطموح اللي لازم يكون عندك عشان توصل للنجاح وان انت تبقى مثلا راجل محترم راجل شهير في وسط مثلا اسرتك في وسط بلدك تمام توصل لنجاحك توصل لنجاح مثلا عشان ايه تحقق بنجاح بين اسرتك مثلا تعال نشوف مع بعض نكمل ولذلك استطاع التغلب على الصعوبات التي واجهته واخرج لنا اختراعه الشهير اللي هو المصبح القهرباء لقد كان توماس اديسون في طفلته غابيا يعني اول طفلته اشتهر انه غبي لدرجة انه مدرسينه كانوا كل شوية يقولوله انت غبي دماغك ما فيش تفكير ما فيش اي افكار في دماغك لغاية ما وصل انهم خرجوا من المدرسة طب هل هو لما خرج من المدرسة حياته كده وقفت خلاص يا ما فيش تفكير ما فيش ما فيش تجديد في حياته تعال نسوف ايه اللي طوره وايه اللي وصله رغم ان احنا في هنا كده هو من الاول ان طفلته اتسمت بالايه بالغبي كما كان يقول عنه مدرسوه حتى انهم قاموا بترضي من المدرسة لعدم قدرتها على التعلم والتفاعل مع زملائه واتهموه بالغباء بالاضافة الى اصابته بالصم بالاضافة الى اصابته بالايه بالصمم طيب بعد كده ايه اللي حصل دور الاسرة اللي هو دور الام هنا يبرز دور الام الزكية عملت ايه الام طبعا يعني قالت بقى ان انا مثلا ايه ابن خلاص كده بقى فاشل مثلا في المدرسة خلاص اشوف له مثلا صنعة يشتغلها لا احتوت اللي ايه احتوت ابنها وبعد كده هو تقعد تنمي فيه وتخليه يقرأ ويبتكر ويبقى عنده مواد علمية في دماغه تمام بدأ يتناقش وبدأ يتحاور مع الاكبر منه مع اللي حواليه ورغم منه ظروفه كانت صعبة اول حاجة اشتغل في محطة قطار زي ما احنا شايفين كده مع بعض فلقد قامت بتعليمه بعد طرده من المدرسة واستطاع بفضل ان يواصل تعليمه ولكن لظروف المعيشة الصعبة اضطر ان يعمل يعمل بائعا للجرائد في محطة القطار يبقى اول مرحلة بعد ما اضطرد من المدرسة تمام بدأ ايه اشتغل في محطة من محطات القطار اشتغل ايه بيع جرائد هتقول لي بقى انا ظروفي ومش صعب ان انا مسلا اكمل وكده لا هدفك انت هدفك انت عايز اوصل ايه اهم حاجة ان انت لازم تكون لازم لنفسك هدف الشرط ان انا مسلا ظروفي دلوقتي تعبانا مش هقدر اكمل لا يعني انت ما تعرفش بكرة في ايه في مثلا ربنا يكرمك مع طموحك مع شغلك مع اجتهادك مع اصرارك مع مساعدة الاسرة حواليك وكده هو هتوصل ما ما تركنش على فكري معين او احباط خلاص انا اتردت من المدرسة انا بيتفاشل خلاص اشوف لأي صنعة لا تعال اشوف دور دور الاسرة وخاصة الام لان الوالد علي ان هو مثلا بيشتغل ويجيب مثلا ايه بيجيب الرزق مثلا بتاع بيته وايه بيكتهد على سبيل ان يبقى ايه الدنيا كافية بيته اما الام عليها عامل ان هي بتشوف ابنها بتشوف درسته بتتابع وبتبلغ مثلا ايه والده ابننا مثلا ناجح في تقدم مثلا لا ممكن تفرق حضرتك مثلا يوم من الشغل كدوطة عشان تسأل علي في المدرسة هي دية الاسرة بتتمل بعضها ده الام لها دور والاب لها دور والابن لازم يكون في النص كدوطة يبقى ليه تموح ان انا عايز اوصل لايه عايز اكون مثلا انسان ناجح دكتور او محامي او صيدلي او مثلا مهندس طب تعال نشوف بعد كدوطة ايه اللي حصل في حياته اللي اتغيرت بايه مع مرور السنوات طب تعال نشوف كدو فلقد قامت بتعليمه بعد طرده من المدرسة واستطاع بفضل امه ان يواصل تعليمه ولكن لظروف المعيشة الصعبة اضطر ان يعمل بائعا للجرائد في محطة في محطة للقطار اشتغل في ايه ببيع جرائد يبقى اول حاجة اشتغل مع ان هو بيدرس في البيت مسلا والدته بايه بتجيب له الكتب بتوجهه مسلا اقرأ ايه المدى اللي استفادة ان انت هتقرأ في التخصص دوت او المعلومة دي هتستفد منها في ايه بجانب ان هو شغال في نفس الوقت الشغل مش عيب طب تعال كدو نشوف في المرحلة اللي بعد كدو وبعد ذلك قام اديسون بالعمل موظفا في محطة القطار بعد اما كان بياع في المحطة بيبيع جرائد لا بعد جرائد توصل ايه ان هو اتوظف في محطة القطار بيعمل ايه الموظف دوت بيعمل ايه في محطة القطار تعال نشوف فقد كان مسؤولا عن ارسال الرسائل وخلال مدة عمله قام بعدة محاولات نتجت عن اختراعه لاول الالة الغراف بدل اما انا ايه ابعت الرسائل عن طريق مثلا مثلا جوابات ومرسلات وقدهوت طب ما انا افكر بدل اما انا تعب نفسه وقدهوت ما انا سهله وبصتها ايه وبصت الدنيا وفكر ايه التطوير بدل اما انا مثلا بروح بالمشوار بالعجلة مثلا او مثلا على رجلي لا طب ما ايه في حاجات اسهل بدل اما انا ايه بقضي المشوار دوت مثلا في ساعتين ثلاثة او في خمس ساعات او في اسبوع او في يوم عبال اما ايه الخبر مسلا او المعلومة اللي عايزة توصل ديت ابعتها تكون قضية وقت يبقى انا افكر طيب عمل ايه باش مهندس او عمل ايه باش مهندسين عمل اول فكرة بدل اما انا شغال مندوب تمام ان انا اوصل زي ما احنا شايفين كدوات الرسائل لا طب ما اعمل حاجة تانية حاجة حديثة اسمها قالت التليغراف تخش يا باش مهندس تكتب الرسالة اللي انت عايز تبعثها تلاقيها وصلت يبقى ده اول اختراع فكر فيه طب تعالى بعد جواهت نشوف اللي ايه المرحلة اللي مر بيها وعمل ايه تاني يبقى عمل محاولات عدة محاولات نتجت عن اختراعه لا اول قالت تليغراف طب بعد كده وقف وسبت على كده قد قالك انا عملت مسلا انجاز لا وظل اديسون طوال يحاول ويحاول حتى توجت محاولاته بالعديد من الاختراعات التي لفتت انظار العالم اليه عمل ايه باش مهندس قصة اختراع المصباح جات من اين قصة اختراع المصباح اول حاجة يا باش مهندس والدته تعبيت تمام وكان من المفروض ان هي تعمل تعمل عملية راح للدكتور راح قال له والدتي لازم ان تعمل قال له ما ينفعش لازم ان تطلق ايه لازم ان يطلق علينا النهارة عشان مفيش اضاءة فاضطر ان هو عشان يكافئ والدته اخترع المصباح طب المصباح دوت بايه شغال بينور على طول ولا خدها مثلا مراحل تعال نشوف مع بعدي كده عرفنا ان والدة اديسون هي الملهمة الوحيدة له والتي ساندته حتى اكمل تعليمه فماذا يحدث اذا مرضت هذه الام مرضت شديدا لقد حدث في وقت ما ان مرضت امه مرضا شديدا وكان من الضروري ان تخضع لعملية جراحية ولكن الطبيب رفض اجراؤها بسبب قدوم الليل واضطر الى الانتظار الى النهار الى طلوع النهار ومن اجل هذا عاد اديسون لتجاربه ومحاولاته حتى استطاع بالفعل اختراع اول مصباح قهربي بفضل اللي تعب والدته ربنا سبب الاسباب ان هي تتعب طيب نعمل ايه اخترع حاجة تنور تمام ما نعاش نستنى لغاية ايه اضاءة الشمس او المهار الدوء الرباني لا يا بشمان اخترع ايه مصباح طيب حتى استطاع بالفعل اختراع اول مصباح قهربي وظل هذا المصباح منيرا لمدة خمسة واربعين ديئة يبقى اول مصباح تم اختراعه من العالم ده تمام عامل ايه اخترع المصباح دوت انه هو ينور مدة قد ايه مدة خمسة واربعين ديئة يعني ساعة لربع طيب وقفت على كده قوت خدت الشهادة ووصلت والناس كلها عرفت ان انا بقيت مشهور ان انا صاحب المصباح ده اللي بينور خمسة واربعين ديئة لا بالجهد وبالعمل وبالاسرار وبالطموح اطور المصباح دوت انه بدل ما ينور خمسة واربعين ديئة لا ينور لساعة بدل ما ينور ساعة لا ينور لمسلا مية ساعة طب تعال نشوف المراحل بعد جواد تفكيره الراجل ده عجبني تفكيره جدا واسراره وعزمته تعال وفي هذا الوقت عزم اديسون على ادخال بعض التطويرات على المصباح حتى يبقى منيرا اطول فترة ممكنة وبالفعل استطاع فعل ذلك وخل ده اسمه في سجل العلماء من من طفل غبي تمام اشتغل بيع جرايد بعد جواد بدأ يفتكر ويبتكر مع نفسه انه هو يوفر المجهود والوقت والزمن وكل حاجة عشان يعمل قال التلغراف وبعد جدا هو اتمع مرور الزمن ووصل لشدة تمام ما فيش بعد الام طبعا لقا تعبانة والدكتور بيقوله مش هينفع تعمل عملية فاخترح حاجة تضيء بس لزمن قدره اديه خمسة واربعين ساعة خمسة واربعين دقيقة يعني ساعة للرابع لا ما وقفش عند مرحلة معينة الطموح يا شباب لازم ان تفكر ولازم ان تطور من نفسك انت ما وصلتش لحاجة معينة تمام زي ما بنيجي مثلا نقول للطالب وهو شغال مثلا في اللوحة ان انت انت كده ممتاز ممتاز يعني هيغرف نفسه الكرف اللي هو وصله او المستوى اللي هو وصله هيبدأ يقل مع الغروب والكلام دوت هيبدأ يقل لا يا بشبانز طول ما انت شغال فيه الاحسن فيه التطوير فيه التحديث بدل ما انت بتشتغل على لوحة ورائية وبتقعد ترسن بالرصاص لا فيه مرحلة اعلى ان انت ازاي هترسم ازاي هترسم ايه بالقلم التحبير ازاي تحبر الكلام اللي انت رسمته ده بعد اما رسمته وحبرت ازاي بدل اما بترسم على لوح وراء بترسم على اللوح اللي هي الكلك ازاي تحبر الكلام دوت على كلك ازاي ترسم الكلام ده بنتور كل الكلام ده ما بتقفش على مرحلة معينة طب احنا سبنا من اللوح والكلك والورق اللي هو البرسون او الفبريانو او الكنسون ازاي ارسم مشروع على الكمبيوتر اللي هو الحاسب الالي مثلا عن طريق برنامج الاوتوكاد كلام دوت حضرتك بتدرسه معنا وبتاخد برنامج الاوتوكاد دوت بحزافيره وبتدرسه ممكن تشتغل به في اي في اي شركة عندسية طب تعالى نكمل مع بعض كده عشان نسوف الرجل العظيم دوت اتعمل ايه ونحاول ان احنا يعني نقتضي بالشخصيات العظيمة دية تمام ونشوف الطموح وصله لايه تعالى مع بعض كده وفي هذا الوقت عزم اديسون على ادخال بعض التطويرات على المصباح حتى يبقى منيرا اطول فترة ممكنة وبالفعل استطاع فعل ذلك وخلد اسمه في سجل العلماء عامل ايه اتطور المصباح طب تطوير المصباح نتقل بعد كده وصل انه هو يطور المصباح طب اطوره ازاي بدل ما هو بينور او بيضيء خمسة واربين دقيقة تعالى نشوف كده هو الراكل ده طول ما هو قاعد ما بيه ما وصلش المرحلة سابتة او مرحلة معينة وسبت على كده لا عايز يطور يعني مش وصل مثلا لانه هو عمل المصباح خلاص اسيبه لا تعالى نشوف فكره كان ايه عشان نعمل الفكر ده وانطور من نفسنا ما نقفش عندي مرحلة معينة ونقول مثلا انا خدت المرحلة الايه اللي الاعدادية او السنوية بقى انا متعلم كده لا يا باشمانس تعالى طول ما انت على وش الدنيا لازم ان تتعلم ولازم ان توصل ولازم ان ايه يعني تشوف اه العلم ما بيقفش عندي مرحلة ايه مرحلة واحدة تعالى ده ونكمل ليكون اول مصباح عملي متوهجا وفعالا تجاريا وبالفعل كان ذلك عمل ايه ومن هنا كانت البداية لتحسين المصباح القهربي فاخذ ايدسون يستمر في محاولاته واسراره على التحسين العملي له لدرجة انه خاد اقصر من تسعة وتسعين تجربة فاشلة بس خلي بالك بقى من ايه من اللقطة الجميلة اللي جاية ديت تمام وشوفه الراجل ده ما كانش بيحبط نفسه خالص نهاء عشان عايز عايز حضرتك ان انت ما تصفش نفسك بالفشل او تقول مثلا ايه او الاحباط تعالى نشوك كان الفكره ايه خاد اقصر من تسعة وتسعين تجربة فاشلة وفي كل مرة عندما تفشل تجربة كان يقول ايه شوف بقى كلمتك جميلة هذا عظيم ما يقولش بقى انا فشلت او مثلا ايه الدنيا مثلا بقى السود او كلام ده اللي يحبط لا هذا عظيم يعني جاء اللي انا وصلت له دوت مرحلة جميلة جدا لقد اثبتنا ان هذه ايضا وسيلة غير نجاحة يعني ما يقولش ان ايه ان انا اصبت مثلا بالفشل او مثلا اللي انا عملت دوت كل مجهود دوت ايه يعني خلاص رحة بقى انكدهوت او ويع في التراب لا تعال ان ايه تعال انشوف الكلمة الجميلة دي او المقولة الجميلة دي لقد اثبتنا ان هذه ايضا وسيلة غير نجاحة للوصول للاختراع الذي احلم به عنده اختراع عنده حلم عايز يوصل ليه بدل ما يقول الحلم دوت انا فشلت جدوت بسوك غيره لا يا باشماندس دي الوسيلة دي اثبتت ايه انا وصلت لمرحلة كويسة بس اثبتت ايه اثبتت انها وسيلة غير نجاحة للوصول للحلم اللي انا عايز اوصله كان لا يطلق عليها تجارب فاشلة جميل جدا انا عايز شبابنا يفكر بالفكر ده وبالمنهجية دي ان انت ما تصيبش او تقول ان انا مثلا اصيبت بالفشل او التجارب اللي انا عملتها كلها كانت فشلة لا بل تجارب لم تنجح شوف بقى غصل ايه ما قالش ان التجارب اللي انا عملتها فشلة بل تجارب لم تنجح وعلى الرغم من عدم نجاحه في عدد كبير جدا من المرات الا ان ذلك لم يدفعه ليأس بل استمره في المحاولة ان انت تقعد تحاول مرة واثنين وثلاثة الطفل يا بشماندس دايما بقول شبابنا والطلبة بتاعتنا في المدرسة او في الفصل تمام باجا اقول يا بشماندس لما بتيجي ترسم عندك لوحة ولوحة كبيرة مش اول ما هتيجي تتعلم هتطلع لوحة بنسبة مية في المية الطفل الصغير اول ما بيتولد ما بينزلش مثلا ايه يمشى على طول لا يا بشماندس لازم في مراحل عشان يوصل لمرحلة المشي دية لازم في مرحلة ان هو مسلا بيسحف بعد جد يبدأ يسند مسلا على كتف والده او والدته مسلا بيبدأ يسند على الحيطة بتحصل له اصابات ممكن يتلسع وممكن يحصل له اه حاجات ممكن يتعوى تمام لغاية ما يبدأ سن سن وممكن يتكفي وممكن يقع وممكن يقع من عالسلم كل الكلام دوت احنا بنشوفه تمام لغاية ما يوصل ان هو بقى ايه بقى طفل يبدأ يعتمد على نفسه وبدأ يسند وبدأت حضرتك تنزل ايه ابعتك مسلا ايه ابعتك مشوار يبقى كل الكلام ده مش من اول مرة هتقولي ان انت بقت نجم لا يا بشماندس النجومية دية مع ايه مع الشغل ومع الاجتهاد ومع الاستمرار ومع التدريب كل الكلام دوت هتوصل للمرحلة دي بس مش هتقف عند مستوى مستوى معين لا ليه الليفل هي هيبدأ يعلى الطموح هيبدأ يعلى يا بشماندس تمام تعال نشوف مع بعدي كده كان لا يطلق عليها تجارب فاشلة بل تجارب لم تنجح وعلى الرغم من عدم نجاحه في عدد كبير جدا من المرات الى ان ذلك لم يدفعوا لليأس ما يقس الدنيا سودت في قدام وشي خلاص بقى انا ايه رايح دماغ الكدهات وارجع ان انا بيع مثلا ايه الجرايد لا يا بشماندس لم يدفعوا لليأس بل استمره في المحاولة وفعلا في عام تسعة وسبعين انارى مصباحا ايدسون لتشع الوجوه بهجة بهذا الاختراع العظيم يبقى سنة تسعة وسبعين انارى المصباح مصباح ايدسون انارى العلم كله والستمرت الزجاجة مضيئة خمسة واربعين ساعة بدل ما خمسة واربعين دقيقة بقى ايه خمسة واربعين ساعة وقال توماس ايدسون لمساعده طالما انها ظلت موقدة هذه المدة فبامكان اضاءتها لمدة ساعة بعد ما ايه خمسة واربعين دقيقة تمام لا انا وصلها ان هي توصل لساعة وبدل ما ايه ساعة لا هتوصل لمئات الساعات تعال نشوف حصل ايدسون على برائة اختراعه اختراع على مصباح المحسن في عام كام تسعة وسبعين اهم مقلاته اهم المقلات اللي هو قالها العظيمة تمام عشان ابيين لك الرجل ده انا لم افعل اي شيء صدفة الشخص مننا ما بيعملش اي حاجة صدفة ولم اخترع من اي اختراعاتي بالصدفة بل بالعمل الايه الشاق ما تقولش ان انا قاعد كدهوت وفكرت فكرة خلاص نجحت وصلت مثلا لليه ان انا بقت مخترع او مثلا فنان او موهوب لا يا بش مهندس قالك ايه انا لم افعل اي شيء صدفة ولم اخترع اي من اختراعاتي بالصدفة بل بالايه بالعمل الشاق ما تقولش بقى فنكوش وبالفنكوش والكلام لا يا بش مهندس قالك ايه كل ده بالعمل الشاق طب ان ما قلت تانية الامال العظيمة تصنع الاشخاص العظماء طالما عندك امل وتموح الامل العظيم تموحك عالية تمام هتوصل ليه لشخصيات وهتوصل لمكانة الواحد ما يتخيلش ان انت في يوم من الايام ان انت وصلت لها تمام تعالى بعد جده هو تنشوف يعني اعرضت عليك كده فكرة بسيطة لشخصية من الشخصيات اللي انت من المفروض ان انت بتقتدي بيها بتبص عليها وبتشوف فكره عشان ما تقولش مثلا انا ظروفي حبيت ان انا اعرض الكلام ده عشان ما تقولش احنا تخصص مباني او تعليم صناعي لا يا بش مهندس هو الراجل هو من غابي او فاشل هو محطش في دماغه ان انا فاشل لا يا بش مهندس انا هاخد وهوصل بس اهم حاجة انت تموحك يكون ايه تمام من بيع جرائد لمخترع مخترع ألة بسيطة توفر الوقت والجهد والمال والزمن تمام بعد كده هو ظروفه الشدد بدأ يفكر ان انا انور حاجة صغيرة مثلا زي مثلا الشامعة مثلا لا مش شامعة ده انا مش عايز اعمل شامعة ده انا عايز اعمل مصباح المصباح ده او الاضاءة دية تعمل للي ايه تنور للدنيا طب وصل ان هو عمل طب وصل ان هو عمل المصباح وسكة لقيا يا بش مهندس المصباح ده كان بيه بينور بزا ايه بوقت معين بمدة معين خمسة واربعين ديئة طب هو خمسة واربعين ديئة لو فترة الليل يا بش مهند ده الليل ده 8 ساعات او 7 ساعات طب انا عايز ان اناور للناس دات الناس اللي شغالة في المصانع والورش دي ما وصلش عند مرحلة معينة فانا عايز كل الشباب صاعد ان شاء الله للمرحلة السنوية ما تقولش ان انت هاخد من التعليم بتاعي ده ايه اولها السفادة لا يا بش مهند حضرتك ان شاء الله بمجهودك وبهدفك ان انت هتخش كلية اول حاجة لازم تكون هدفك ان انت تكمل وبقى مش تكمل بس ده انا عايز اشتغل بيه بالشهادة بتاعت ديه في مجال المؤولات في مجال مثلا ان انا ابقى مثلا مهندس او اشتغل في مجال المساحة ان انا ابقى مهندس مساح اشتغل باجهزة التودليت او التوتال ستيشن او بالاجهزة الحديثة تمام ممكن اشتغل مهندس في مهندس في المؤيسات اللي هو مادة التخطيط اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقتنا السابقة طب تعال نشوف كده هو تحبيتها ورية لك الفكرة دي واعرض عليك الفكرة البسيطة ديه عشان تغير طموحك وتغير فكرك يبقى طموحك اعلى وهدفك اسمى تمام وهتوصل ان شاء الله بتفكيرك وبمجهودك ما تبقى شين تنايم وتقول انا هاوصل لا يا بشمان عمر ما يكون فيه واحد قاعد مريح وربنا هيكلل مجهوده بنجاحه ويوصل لا اعلى المناصب لا يا بشمان بالمجهود والتعب لازم لازم هتوصل في يوم الايام اما انت عشان تقول مثلا تبقى محبط والدنيا لا مفيش الكلام ده من مفيش بقى مخترع بقى عالم بقى عالم كل الناس بتتكلم عليه فانا عايش شبابنا يبقى كده بالزبط اللي هو هيخش معانا المرحلة الجديدة اللي هي التعليم قبل الجماعة طب تعالا مع بعض كده هو نشوف انا عايز اوصل لك ايه في مجال التخصص بتاع بقى هبدأ اكلمك على مجال التخصص هل مجال التخصص ده يا بشمانز هدرسه بس وراء وقلم لا يا بشمانز مش هتدرسه وراء وقلم دي انت هتشتغل وراء وقلم وهتنفزه بايه وهتنفزه بايدك عشان لما تنزل موقع حضرتك تبقى انت عارف وما يبقاش فيه حد يتفلسف عليك او يتفلسف عليك ويقولك اللي انت بتعمله غلط لا تبقى انت افضل واحد بدل ما انت تبقى مثلا ايه عائل من العمال حد من العمال او المهندس لا هتبقى راجل تكنولوجي راجل تكنولوجي يعني ايه راجل اشتغلت بايدك واشتغلت بايدك عملي واشتغلت بايدك عملي مثلا على النظري اللي هو المرحلة النظرية رسمه ولوح واللي مهم بالمعلومات التكنولوجية بتاعتك يبقى حضرتك افضل من الناس دي كلها ان انت هتوصل للمرحلة دي تعالى مع بعدي كده نتكلم ونشوف مدى الاستفادة ان انا هدرس مثلا تخصص البناء اللي هو تخصصنا اللي احنا بدأناه مع شبابنا اللي هو بقى ان شاء الله نتكتب الرابط بأمر لا تظهر وعلى خير وربنا ينفقهم ان شاء الله تعالى مع بعدي كده نشوف اول حاجة عملها لك ايه وحططها لك مع بعض تعالى مع بعدي كده اهم حاجة باش مواند اسم مخرجنا الجميل يشوف كده مع بعض اجيب لك مقطع فيديو تعالى نركز كده مع بعض جيب لك مقطع فيديو صغير وبيبين لي ازاي اقص مثلا حيطة او اقفل حيطة على زاوية الزاوية دي ممكن تكون قائمة او زاوية تكون مثلا زاوية 60 او زاوية 30 ازاي تتعمل الزاوية دي ازاي اعمل قالب الطوب بتاعي تمام تعالى مع بعدي كده اهو بص بدأ يزبط بدأ يزبط الزاوية بتاعتي راس الزاوية بتاعت القالب تمام بدأ يستعدي اهو بداية حرف الزاوية بتاعي او راس الزاوية اهو بدأ ييه يستعديلها على الزاوية قائمة تمام بعد كده يا بشماندس هتلاقي بدأ ايه يعمل ايه يجيب بقى مقدار الزاوية اللي هو كان عاملها مثلا على قالب قبل كده مثلا الزاوية 60 او زاوية 30 تمام وهياخدها او يعملها زي اللقطة كده يا بشماندس ويروح معلمها او بدأ يعلمها بص بيعلمها من ايه من الوجه التاني لقالب الطوب بيزبط مش مش يروح مثلا ايه لا ما يروحش مثلا يروح قاطع بالصاروخ بالمصارين وخلاص لا يا بشماندس بيوريلك اول طريقة انه زاني قالب الطوب اهو تمام وبيروح قاطع بيرروح حزز في قلب الطوب بايه بصوانة الصاروخ وبعد جواتها يروح قاطع وقطع اول حاجة ايه راس الزاوية زي ما هو علمها في البداية وبعد كده رح قطع الايه الصاروخ شوف المقدار القالب يعتبر ده تلات اربع ده تلات اربع وده الربع بس هو جايبه لك ايه على زاوية طب تعالا تشوف بقا هيركبه ويجمعه مزاي في الحيطة حط المونة بتاعتي تمام والمونة ايه محطوطة ايه بحسابة اهو عشان ما تدهولش القالب وتوسخ القالب ونضطر ان احنا نجيب الفرشة سهل تمام ونعد ننظف القالب تمام ونكحت اللحمات ونكوي اللحمات لا يا باش مهانس اللحم ده اللي هو بيخلقه بالمسارة تمام اللحم ده الافقي اللحم الافقي ده هوت بسمي ايه المرقد رح جاب الربع بص كده هوت هتلاحظ ان الربع هو بص اللحمات وقع بص اللحم مثلا وليكن وليكن مثلا ده ايه المدماج او صف القالب الاول ادي التاني التالت مثلا يبقى اللحم الاول مع التالت والتاني اللحم التاني واقع مع الايه مع الرابع وهكذا بص اللحمات واقع مع بعضها ازاي تعال بص تقفل الزاوية بعد ايقفلها ازاي وبيزبطها تمام المصارين البناوة هو ماشي بعد كده هيجيب الايه اه بص اللحم لو انت بصت بمجرد النظر هتلاقي اللحم بتاع المدماج اللي قابله تمام اللي قابله قابله اللي تحت اللي انا محددولك او مش هولك علي اهو بص كده عمل ايه باش مهندس ايوا بدأ ايه بدأ يزبط ادي اللحمات بتاعتاي بها المنظر ده بدأ ايه بدأ يزبط الشغل تمام وبعد كده عيروح ايه ويروح مضابط الكلام دوت على الادة والميزان او بميزان المية طيب بعد كده يا باش مهندس ايه اللي هيتم تعالا نشوف لو انا من ضمن الدروس بتاعتنا اللي احنا بندرسها في التخصص بتاعنا اسم الدرس بتاعنا او الموضوعات المهمة جدا وممكن نستفاد بيها في حياتنا العملية ازاي اعالج الشروق لو انا عندي مثلا شرخ موجود في البيت ايه اللي انا هاعمله بدأ لما اجيب صناعية من برة ويكشفوا مثلا البيت بتاعنا مثلا واللي موجودين يبقوا متأيدين وكده هو لا يا باش مهندس في طريقة كويسة ممكن انا اعملها طب ازاي تعمل الكلام دوت يا باش مهندس في بيتك ازاي اول حاجة بتروح محدد هل الشرخ ده الشرخ ده حي ولا ميت يا استاذ الكلام اللي انت بتقوله دوت حي ولا ميت يعني الشرخ دوت لسه شغال لسه شغال الشرخ وبيتسع وحصل تريحات ولا ميت يعني سبت على كده ما فيش حاجة بتحصل طب ازاي الكلام دوت احدد الشرخ دوت سبت ولا ميت ازاي باش مهندس حضرتك بتروح جاي بقجة من الجبس عجينة من الجبس وبتروح حقتها نص العجينة دي نصها على الشرخ يمين وشمال ادي البقجة دي البقجة دي ممكن تكون عبارة عن قطع من اللي من الجبس الصغيرة طولها مثلا خمسة سانتي في ارتفاع ثلاثة سانتي في صنقها مثلا او البروس بتاعها سانت تمام طب مفيش الكلام ده مفيش امكانية ممكن تروح جايب شريط لازق اللي هو ليه اللازق اللي هو الدوكو دوت يا باش مهندس تروح حطت اللازق ده اللازق ده حطت قطعة اللازق دي وحطها يمين وشمال الشرخ طب بعد جوات يا باش مهندس تسيبها فترة هل قطعة الجبس دي بدأت تشرق حصل فيها شرخ او قطعة اللازق اللي هو الدوكو دوت اللي هو الورق اللي هو بيستخدموه الناس بتاع تدوكو هل قطعة اللازق دي اتقطعت لو اتقطعت يبقى الشرخ ده والشغال لسه يبقى حي يا باش مهندس يبقى انا لازم اعرف الاسباب اللي وصلتني للشرخ ده ما بقاش ان انا عالج لان انت لو عالجت هيرجع تاني طب ايه اللي هيحصل يبقى انا لازم اول حاجة احدد يا باش مهندس ايه الشرخ هل هو ثابت ولا خلاص ثابت عليك ابدأ عليك طب انت هتعمل ايه اجعل من الشرخ اجعل الشرخ يمين وشماله احمقصر يمين الشرخ 20 سنتي وشمال الشرخ ايه 20 سنتي طيب التكسير ده عدل لا يا باش مهندس انا بقصر حضرتك انا عايزك كده تجربها في البيت هتقصر الشرخ ده على حرف ال V على حرف الايه على حرف ال V اهو بالمنظر ده كده تمام اغوضت في قلب الشرخ ده على حرف الايه ال V وقصرت طبقة البيت اللي موجودة ناحية الشرخ يمين وشمال ما سفق مقدرها ديه 20 سنتي منفض التراب اللي موجود بعد اما قصرته وحضرت للشرخ اللي انا هابدأ اعالجه تمام اروح منفض التراب اللي موجود في قلب الشرخ بعد اما حضرتك بتنفضه لو في اجزاء متفككة او ضعيفة حضرتك برضو بتشيلها ما تسيبهاش وتتفرج عليه او تقول مثلا هي هتمسك نفسها في طبقة المونة لا يا باش مهندس نفض الكلام ده بعد اما تقصر الكلام ده وقت يا باش مهندس تمام وتنفضه من التراب يبقى ما فيش اي تراب في قلب الشرخ يبين وشمله ويفتحت وفوق ماشي بعد جوات حضرتك هتروح حامل ايه بتروح بنات دي بتروح راشش الشرخ دوت بشوية مية بتروح مرتبها بشوية مية عشان التراب دوت ما يبقاش عازل ما بينه ما بين طبقة المونة طبقة لو الشرخ ايه لو الشرخ ضعيف لو الشرخ ايه لو الشرخ ضعيف او رفيع جدا في حوالي مثلا 3 ملي 3 ملي كلام دوت لو شرخ ايه رفيع حضرتك هتروح حامل ايه باش مهندس هتروح مقصر وتروح جاي بمادة ايبوكسية او مونة ايبوكسية لا بس قبل المونة ساس المونة دي هتلحق هتحطها مع طبقة الطوب لا يا باش مهندس في عندنا مادة من المواد اسمها ادي بند خمسة وستين. ادي بند خمسة وايه ستين. حضرتك تقفها وتروح جايب فرشة وتروح دهن الشرخ ده اللي انت حضرتك قصرته. ايه منه وشمله ايه? وفي قلب الشرخ ذات نفسه. عشان تلحم قديم مونة مونة جديدة مع مونة ايه? مع طبقة قديمة. وما يحصلهاش وما يحصلهاش في ايه? عزل بعد كده. طب ايه لا يا حسن يا بش مهندس. حضرتك بعد ما ايه? بعد ما ايه? دهن تطبقة تطبقة الاديبوند دي او المادة العزلة دي يا تبش مهند. هتجيب مادة برضو من المادة الحديثة. تمام? هتروح ايه مونة ما بيستعش على الانكماش. حضرتك هتروح مال الشرخ دوت. تمام? بالمادة البوكسية ديت. تمام? وتروح مالي بها الشرخ. وصلت كده تمام? طب عشان برضو زيادة امان. زيادة امان اللي انت حضرتك بتعمله ده. هتعمل ايه? فيه عندك لفة شاش زي شاشة طب كده هوت. بس برضو من ضمن الخامات اللي بتستخدمها الحديثة. والمواد الاوبوكسية الحديثة. في لفة شاشة. حضرتك بتروح دائن زي مادة الغيرة كده. مادة لسق على الشرخ. بس بعد ما بينشف وتسيبه فترة ويتهوق. والطبقة المونة ديت بزغدر تمام? كمان? حضرتك بتعمل ايه? عشان لما تيجي تدي سكنة المعجونة على الشرخة ما يحصلش ايه تنميل او يظهر الفاصل اللي هو موجود. عايز سلحم حيطة بحيطة بمعنى صح. هبه هتعمل ايه? او الشرخ ده عايز خلاص بقى اتموته في قبل بعضه. ما يحصلش تنميل صغير اللي اللي انت هتعمله هتروح جاي بمادة لسقه زي بغير البيضة. مسلا. هتروح دهينها. الفرشة او بالرولة كده قوت. وقبعة الشاش دي ايه? تلفت الشاش. زي الشاش الطبي. بس زيها كده قوت بتستخدم في البيضة البنائية. تمام? وتروح لزقها على الشرخ كده. نص نص اللف ايه او لفت الشاش دي. تمام? بتلزقها يمين. بتلزقها ايه? شمال. يبقى نصها هي موجودة هنا. الشرخ اهو. يبقى نص يمين الشرخ. ونصها ايه? شمال الشرخ. كده حضرتك بتروح مموتة الحرف بتاع الشاش دوات بالصنفرة. وتروح ايه? وتروح مدسكينت المعجود. تمامي. تمام? ادهن. وشطب. وهكيد ما فيش اي حاجة حصل. ده الكلام ده وقت لو ايه يا مش مهندس? لو انا عندي الشرخ رفاق. طب لو الشرخ متاسع. هيعمل ايه? اول خطوتن انا هتعمل لهم برضه. اللي هما هتكسر اللي ايه? هتكسر الشرخ على شكل فيه. وبعد جوا تكسر يمين وانت بكسر يمينه وشمال الشرخ? عليه? مسافة 20 سنتي يمين? مسافة 20 سنتي ايه? يبقى المسافة اللي انت بتكسرها. طبقة المونة اللي انت بتكسرها ما درها ده? 40 سنتي. اللي 40 سنتي دا هي ايه تا باش مهندس والعمقة بتاع الحفر اللي الشرخ ده بتكسروا. لغاية ما اتجيب اخر الشرخ بتاعي او اخر التنميل بتاع الشرخ ده على شكل ايه? على شكل فيه. بعد قوة يا بش مهندس ايه اللي هيحصل? ايوة. هتروح منفض ايه? هتروح منفض الشرخ ده من الاتريبة. ولو في حاجة ضعيفة او متفتتة هتروح شايلها. وتروح مرتب الشرخ ده وقت يا بش مهندس. طب بعد قوة اروح جاي بطبقة لا ما تجيبش طبقة الاتريبوند. بتروح مخرم على يمين الشرخ. الشرخ تمام? بتخرم بالهلتة او بالشانيور. بتعمل بنتة يمين خرم السوق بيمين وسوق بشمال. طلع مسافة من خمسة وعشرين لخمسين سنتي وتقرر اللي انت عملته سوق بيمين وسوق بشمال. كل خمسة وعشرين او كل خمسين. لغاية ما تخلص ايه? ارتفاع ايه? الشرخ ده. طب حلو. انا خرمت يا بش مهندس. طب ايه اللي هيتبنى يا بش مهندس بعد الان? هروح جايب دبابيس. هروح جايب اساخر من الحديد على شكل الدبوس. تمام? بتاع الدبات. الدبوس طوله ادي ايه? اللي هو الاربعين سنتي. او المسلا او الخمسة وتلاتين سنتي على قد المسافة ما بين اللي ما بين السوق بين اللي انا عملتهم. تمام? طيب. واروح عامل طول الدبوس ده. اللي هو العمك الدبوس او ارتفاع الدبوس الجزء اللي هو هيخش في قلب الحيطة? مسلا وليكن عشرة سنتي او مسلا سبعة سنتي. طب. وابدأ ادبس الحيطة. انت بتعمل عملية ايه? تدبيس. تقوية للحيطة. طيب يا بش مهندس. بعد جواد بعد ما بتعمل طبقة التدبيس زيت. ايه اللي هيحصل يا بش مهندسين? طب لو انت حطيت الدبوس دوت الدبوس دوت مع طبقة المونة اللي هتتحطي في قلب السقب هيصدي يا استاذ. لا. قبل ما قبل ما مدهن الكلام ده او قبل ما حطي الليه? الدبوس ده في قلب الحيطة. ويصدي مع الزمن. اروح دهنه مادة اوبوكسية ضد الصدق. بحافز عليها كدوات يا بش مهندس. اروح ليه? اروح ليه? مالي السقب دوت بطبقة اوبوكسية. واروح ايه واروح مدابل اروحات الدبوس. تمام? واروح واروح متقرر الكلام دوت لغاية ما سبتت الدبابيس بتاعتي في قلب الحيطة. طب بعد كدوات يا بش مهندس. الحيطة كدوات بقت تمام? لا لسه. عايزة اقويها كمان. وامسكها ببعض اربطها ببعض. اروح جايي بالشبك البقلاوة. الشبك البقلاوة. تمام? وهنشوفه مع بعد كدوات. ايه اللي هيحصل? اروح جاي يا بش مهندس بالشبك البقلاوة ده من اول الليه الشرخ من فوق. واروح نازل مسبت الشبك البقلاوة ده عالشار. اثبته بيه. اثبته بيه. افضل سببته كده. لا اثبته بمصامير. طب ما المصامير ديه. يا اساس السلكة هينفد من ايه? من ما بين السلك ده هينفد من المصامير. طب اعمل ايه? اروح جايي بورد صاغ. وارح حاطط المصمار. واروح دايه عليه. يبقى الورد ديه تمنعلي ان ايه? الشبك البقلاوة ده يقع. طب ما الشبك البقلاوة ده هيصدي. اروح دهنه. اروح دهنه. اروح تمام انه هو ما يصديش اروح دهنه وبعد ما دهنه وسيبه الجف تمام تمام اروح دهنه بطبقة البوكسي بعد جدا قوبت وبعد ما دهنه بطبقة البوكسي اروح دهنه اروح مده مترتش زي اتعامل بقى معها عادي اروح مدي طبقة الترتشة وبعد ما اعمل طبقة الترتشة اوصل لمرحلة ان انا اعمل طبقة البطانة او طبقة المحارة بتاعتي اروح ممحر عليه و اروح مغطيها وبعد جهوات اروح مدي سكنتين المعجون كل ده مع فترات اسيف فترات لغاية الحاجة اللي انا عملتها تشد وتعظم تبقى ايه بقيت خلاص متصلبة الاسمنت بتاعي ووصل لدرجة التسلط خلاص كده طيب بعد جهوات اروح بالداهن واروح مشطب اكني ما عملتش حاجة يبقى انا استفدت من حياتي النظرية اللي انا تعلمتها في القلب المدرسة تمام ممكن الكلام ده اطباهه بايدي ومش عيب ومش حضرتك سهل ان انت تنفذه في قلب بيتك يبقى انت استفدت من حياتك الدراسية ممكن تشتغل وتبقى متخصص في اعمال الترميم وصيانة المباني القديمة تمام تعال نشوف الخطوات بسرعة كده مع بعض طرق معالجة الشروخ بكماوية البناء الحديث الشروخ حتى 3 ملي ايه اللي هيتم هذه الشروخ رفيعة جدا لدرجة لا تؤثر على قدرة الحائط في عمل الاحمال الرأسية ويمكن اصلاحها بفتحها على شكل حرف ايه في هنقصر الشرخ على شكل ايه الفي وتكسير طبقات البيض بقيمة 20 سنتي على يمين ويصار الشرخ طب الخطوة اللي بعد كده تزال جميع اجزاء المباني المفككة شلت الاجزاء المفككة شلت الاجزاء الضعيفة تمام اي حرف توب مقصور او توبة مثلا ضعيفة كل الكلام ده اشيله تالت حاجة ينظف السطح الداخلي للشروخ بالهواء المضغوط ويرتب بالايه بالماء رقم اربعة يدهن السطح الداخلي بروبة الادبوند 65 ثم يملأ الشرخ بمونة كونفيس بمونة ايه باش موندسين كونفيس تو اف او بمونة لا تنكمش بمونة ايه لا تنكمش الخطوة اللي بعد كده تعال نشوف مع بعض كده ايه دي البؤج اللي انا عملته عشان اشوف ايه اشوف الشرخ ده هل هو شغال واللي خلاص سيبت عند حد معين طول البؤجة دي قد ايه طولها ما يقلش عن اربعة سنتي وما يزدش تقريبا عن خمستاشر سنتي هي قاعدة لا مش قاعدة بس اهم حاجة ان هي تغطي الشرخ ده يمين وشمال يبقى نصها ناحية اليمين ونصها ناحية الشمال عرضها قد ايه عرضها خمس من اربعة لخمسة سنتي عرضها من كم لكام من اربعة لخمسة سنتي بعمل بؤج بؤج من الجبس طيب السمك بتاعها اللي هو الارتفاع بتاعها قد ايه او بروزها عن اللي عن الحيطة دي هي تقدي من واحد لاثنون سنتي يا باشماندس طب تعال لبعد كدوات يا باشماندسين ايه دي الشرخ بس انا بصص له من ايه بصص له من الجم قد الحيطة تمام وبص ادي عمك الشرخة هو ايه اللي حصل حق الطوب ادي رقم واحد الشكل ده حق ايه من الطوب سمكة دي سمكة قالب اللي هو الشناوي اللي انا رصيته بطول القالب وفيه قديتين اللي هو اللي هم مرصوصين بايه بعرض الاوالب اتناشر وارتفاع ستة اتناشر وارتفاع ستة وهكذا طيب قصرت الغيط اما جبت اخر الشرخة هو يا باشماندس طيب بعد جواد دهنت الكلام ده رقم اتنين دهنته بروبط بمادة خفيفة اسمها الاديبوند خمسة وستين وبعد اما دهنتها يا باشماندسين عملت ايه ايوا حطيت مونة مونة ايه كونفيس اف اتنين او ايه او تو اف تمام وملت بيها الشرخ بتاعي وبعد كدوات يا باشماندس غطيته وروحت سنفرته بس انا مزود عليها اللي هو طبقة ايه طبقة الشاش ايه ده اللي هو الشكل بتاعي تمام الشكل بتاعي لما يكون الشرخ متسعة ايه اللي هيحصل يا باشماندسين اهو مسقط رأسي وروحت جيت معبدات الشرق وروحت ايه وروحت عملت السوق بيمين وسوق بايه الشمال طبام وروحت حطيت ايه اول دبوس طلعت مسافة كده من خمسة وعشرين لخمسين من خمسة وعشرين لكم لخمسين عملت سوق بيمين وسوق بايه خمسة وعشرين وهكذا قررت لغاية ما وصل لليه للنهاية وروحت السوق بداية باشماندس بروح ايه بروح دهنه او بروح مرغر ايه مغر مغزغز فيه لطبقة ايه طبقة ضد الصدق تمام بعد كنت بحضرتك بتثبت الدبابيس بس قبل ما بتثبت الدبابيس بتروح دهن الجزء اللي هو هيخش في قلب الحيطة بمادة عزلة لليه من ايه بالمونة اللي هي تساعد انها ما تنكمش بعد كده بعد كنت يا باشماندسين منظر الحيطة اهو لو الشروخ عندي متسعة بص الشرخ يعني ممكن امدي ايدي من ايه من جهة وسلم على ليه على اللي موجود من اللي من اللي من الفراغ التاني او من الجهة الاخرى طب ايه اللي هيحصل يا باشماندس حضرتك زي ما عملنا قسرت الشرخ اهو وماشي معايا على هوا تمام مش طالع عيدل او رأسي كده انا ماشي مع هوا ايه مع هوا الشرخ مع اللفة بتاعته طيب بعد بعد اما قسرت على شكل وروح تقسرت طبقة البيض عشرين سنتيمين وعشرين سنتيمين شمال تمام ايه اللي هيحصل هروح جاي يا باشماندس بايه بالدبابيس بتاعت اللي هي الاسياق الحديد وروح اللي هو ناحية الشمال لا يا باشماندس اهم حاجة ان انا ادبس الحيطة يمين ادبسها بايه اربطها اويها اعصبها بناحية الشمال تمام طيب قبل ما بدبسها بروح بروح دهن الشرخ ده اللي احنا قصرنا ده بمادة الايه الاديوبوند تمام وبعد جدوات بروح ايه بروح مثبت الدبابيس بتاعتي زي ما انا شايف المسافة ما بين الدبس والدبس من 25 لكام لخمسين بعد ما خلص ودبس يا باشماندس ايه اللي هيحصل اروح مثبت الشبك البقلاوة اللي انا شايفه هو فعلى الرسمة بتاعتي تمام روح تسبت وتمام وتمام وسبت يمين زي ما انا شايف بمصامر وايه ورد صلب تمام وروح داهن كل الكلام ده بمادة عزلة للصدى بعد ما وصل الكلام ده اروح حضرتك هتروح مترتش وتمحر وتغطي الشرخ اللي موجود لكن ما فيش اي حاجة وترجع تفرش الفرش بتاع تعال نشوف الخطوة اللي بعد كده مع بعض انواع الطبقات العزلة البتومينية انواع عايزين نتعلم ازاي مثلا ناخد او ندرس العزل احنا تعلمنا ازاي نعمل ايه ازاي نعمل معالج الشروق في مباني قديمة او عندنا مثلا شرخ نعالج الكلام دوت يا بش مهندس طيب عايزين بقى نتعلم لو انا عندي مثلا سقف سقف مثلا حمام او مطبخ وعايز اعمله اعملية عزل يتعزل ازاي يا بش مهندسين تعال نشوف الكلام دوت على الواقع تمام وازاي نعزل الحمام ده او الارضية البدروم او ارضية الحمامات دي ازاي بيتم عزلها طب قبل ما بيتم عزلها يا بش مهندسين لازم ان تعرف ان انواع العزل عندي نوعين ايه هم انواع العزل فيه عندي عزل على الساخن وعزل على البارد يبقى لما حد يجي اسألك وتقول له مثلا العزل او نعزل لازم ان حضرتك تبقى انت عارف العزل ايه هو هتروح رادد عليه انت عايز تعزل على الساخن ولا عز سعزل على البارد وده ليه طريقة في الشغل وده هوت ليه طريقة في الشغل طب ازاي يا بش مهندس العزل على الساخن ده ازاي ما احنا بنشوفه كدوات يا بش مهندسين ان انا جيب مثلا ايه برميل البتمين وروح مولع عليه في الموقع مثلا ان احنا شغالين او مثلا ايه صفيح صفيحة البلك دي او صفيحة البتمين من عند الموان وروح مولع عليها لغاية ما البتمين ده او البلك دوت يبدأ يسيح يسيح يبقى مادة سالة يسيح كدوة ان انا مثلا اشيل اللي هو البروش مثلا او الفرشة الفرشة الخاصة بالعزل البلاك او انا باستخدمها عشان ادهن بها البلاك كدوة يا باش مهندسين تمام تبقى سهلة وطلع معي واعرف ادهن الايه الارضية بتاعته ما سيبش اي فرغات او فتحات او مسامات موجودة في اللي ان لو انت سيبت اي حاجة صغرنانة كدوة اكد انك ما عملتش حاجة هيجي منها المية وتأثر على الحواد او تأثر على ايه على بلط السقف طب ايه اللي هيحصل يا باش مهندسين تعال نشوف مع بعض جدوة يبقى انت لازم انت تحدد انت هتعزل على الساخن ولا هتعزل على البارد هتجيب صفحة البلاك كدية وتولع تمام وتعمل دخنة وتعمل شبورة صودة تمام ولا انت عايز حاجة سهلة وسالسة وتبقى حاجة بسيطة ونظيفة انت حضرتك على قد الامكانيات اللي انت شغل بيه طب تعال بقى مع بعض جدوة يا باش مهندسين وهنقول له انواع الطبق نقاط العازلة البتومينية تعال مع بعض كدوة هنقول له تنقسم الى نوعين العازلة على الساخن اتنين العازلة على الايه العازلة على البارد طيب نمسك اولا العازلة على عازل الرطوبة على الايه بالبتومينة على الساخن ازاي تعمل يا باش مهندسين النقاط الواجب مراعتها عند العزل الخارجي النقاط الواجب مراعتها عند العزل الايه الخارجي لما تيجي تعزل عزل خارجي النقاط الحاجات اللي انت لازم تراعيها وانت بتعزي ايه وانت بتعزل اول حاجة يجب ان يكون الفراغ خارج الحوائط 60 سنتي على الاقل لتسهيل عملية التركيب يعني الكلام ده وانت واقف في الموقع كدوة راجل مثلا مشرف وبتبص على العمال وبتشوف شغلهم تمام عايز تبص على الشغل بتاعه دوت يبقى انت حضرتك لازم لازم الراجل وهو بيحفر لازم ان يسيب لك مسافة ما بين الحيطة ما بين الحيطة الخارجية تمام وما بين الحفل 60 سنتي ما بين الحيطة الخارجية اشتركوا في القناة